نبدأ السلايدات اللي ما شرحتها بالعمل اللي ما شرحتها بالنظر أعفوا بديت بها ببداية هنا هذا السلايد اللي هو سلايد أوف كرونز ديزيز هنا نشوف الصورة الأولى أن صار ديزيزيزيز والمعنى المملكات وهذا يصير عادة لأنها تصير تصير الناجلات والمقهة جداً للمسافات بينها تكون متساوية أحجام هالمخروف نفس الأحجام هنا يعني هنا صغير كريبت صغير هذا الشبير هنا الريقولار كريبت وهكذا كنت شوفوا بسبب ردية اتاك او انجوري اند ريجينريشن احنا قلنا واحدة من الفيترز اللي مهمة اللي نشوفها بالكرونز ديزيز اللي هي تميدنا الكرونز عن ألصرت الكوليتس وما موجودة بكل الحالات هي هي الغران لومة نانكازيتين غران لومة هاي صورة اوف نانكازيتين غران لومة خلقه اخذ المؤشر هاي ما عرف هاش طلعت لي هاي الصورة فنشوف هنا لنانكازيتين غران لومة بس اتخلص من هذه الصورة ما عرف بشو اتخلص منها هنا نشوف الغران لومة اللي هناك كازيتين غران لومة واحدة من الفيتر موائزة للكرونز ديزيز اللي ما موجودة بالألصرت الكوليتس نشوف احنا بالدفنيشن غران لومة هو عبارة عن ايجرغيشن اوف ايبثيليويد سيلز احنا سميناها ايبثيليويد لأنه ايبثيليات لايك سيلز تشبه الايبثيليوم لكنه بالحقيقة هي عبارة عن موديفايت موكروفراج الماكروفاج العادية هي وظيفتها الـ engulfمت لكن هنا الوظيفة of epithelioid cells هو secretions secretions of cytokines اللي هي علاقة بالـ inflammation والـ inflammatory reaction وجود الـ epithelioid مجرد وجود الـ epithelioid هو كافئ انه حتى نقول هاي granuloma بغض النظر عن هل موجودة جاينت سيل او ما موجودة الـ features الأخرى في granuloma مهمة الشيء الوحيد المهم اللي حتى نسميها granuloma هي وجود الـ epithelioid cells هنا هسا جاينت سيل عندنا واحدة اللي هي هاي جاينت سيل عندنا بس مو كلش شبيرة بها 2 أو 3 نيكلية والبقية هي عارة على الـ epithelioid سيل والـ epithelioid سيل اذا ادخل على واحدة من بعدهم اذا اشوفكم واحدة من بعدهم هاي epithelioid سيل تكون نيكلياس مالتها large هاي البلو هي نيكلياس والسيتاب لازم تكون abundant وهي خلية كلها خلية شبيرة هذا اللي يميز الـ epithelioid سيل عن بقيات الخلايا عادة تكون surrounded by a rim of lymphocyte هنا ما طالع فقط داخلين على الـ center شوية باقي بالاطراف أكو rim of lymphocyte and fibroblasts وبالحقيقة هي هاي كلها عبارة عن epithelioid cell aggregation الصورة الثانية هاي اللي يسي شوفنا شون انو الـ inflammation بالـ Crohn's disease هو trans-mural trans-mural inflammation involving كل اللي يارز الميكوزة الميكوزة المسكولار سيبروبرية and even the cirrhosis هنا نشوف الـ giant اللي ننكازيتم Grand Loma اللي هايسة بعشر عليها بالـ pointer موجودة بكل اللي يارز هاي واحدة ننكازيتم Grand Loma هاي الثانية ننكازيتم Grand Loma وهاي الثالثة اللي هي ننكازيتم Grand Loma وجودة على كل الول وهنا الـ inflammation اكتر شيء متركز على بالـ epithelial and sub-ethelial area بالميكوزة والسب ميكوزة اكتر شيء موجودة بمنطقة الميكوزة وننزل نلقى كله عبارة عن non-plaseating Grand Loma هاي الصورة الثانية هنا الـ appendix بس حتى نشوف شون القارن بين normal appendix and inflamed appendix grossly نشوف هاي inflamed appendix سيز مالتها كل الشبير مقارنتا بالـ size الطبيعي هنا مخلي مصطرة حتى تشوف تتخيل الحجم ويكون increase in size لانه يصير edema inflammation and edema and swelling because of edema لذلك يصير increase in size المفروض هي الكلر مالتها يكون rather than normal اكتر احمر اكتر بسبب congestion لكن هنا مو كل شواطة بصورة بس الواضح انه عندنا size of appendix larger than normal هنا الـ picture of acute pancreatitis acute pancreatitis خلي نجي الـ gross بالبداية grossly من الاشياء اللي أشوفها بالـ acute pancreatitis نشوف الـ hemorrhage هاي zones of hemorrhage هاذا اللون أصير أسود hemorrhage نشوف ونشوف هاي المكان اللي هي ويتش area هي area of fat necrosis area of fat necrosis المكان اللي هي من الاشياء اللي نشوف بالـ acute pancreatitis نشوف هاي المرحة ونشوف هاي المرحة ونشوف هاي المرحة بسبب damage of the mccleic enzymes المنطقة هي موجودة بالـ pancreatitis هنا الـ microscopical picture نشوف هاي الـ area of fat necrosis هاي الـ area area of fat necrosis شون تبين fat necrosis نشوف الـ adipose tissue هذا الـ adipose tissue necrotized شون أعرف necrotized نشوف configuration outer lines of adipocytes هاي نشوف الـ adipocytes موجودة لكنهو details ما للـ nuclei ما موجودة nuclei absent ماكو nuclei زين فقط انه اكو details اللي هي يعني outlines of adipose tissue موجودة لكنهو details مختلفة مختلفة ما نشوف nuclei of the adipose نشوف فقط الـ هيكل أو outer lines adipose tissue هاي هنا وهنا area of inflammation هاي الـ area of inflammation نشوف ها inflammatory cells infiltration اللي هي lymphocytes والمكروفاجيز وother inflammatory cells فهاي الفيكترة كل شيء واضحة of vencreatitis acute vencreatitis نكروسيز نشوف طبعا بقايا 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 موجودة و نكروسيز هنا اللي هو فاتي نكروسيز طبعا هذا إذا بالضبط هذا فات نكروسيز هنا شوية هي الصورة مكلة شبيرة هاي الصورة إذا واحد ينزل عليها هو نكروسيز بس نكروسيز يعني اللي هو الكوفاكتف نكروسيز نشوفه هنا نكروسيز هنا فاتي نكروسيز وهذا نكروسيز هذا تقارنون هذا واحد يباعه بتركيز نشوف أكو هنا البنكرياتيك داكتس موجودة هاي اللي شفوها هاي بنكرياتيك داكتس أكو تشيو هنا مننا إلى هنا أكو تشيو لكنه هنا هاي المنطقة هسا ماكو تشيو يعني لانه صار هنا نكروسيز نكروسيز مو الفاتي نكروسيز ومننا إلى هنا بالسنتر يعني هذا البنكرياتيك تشيو اللي هو الفات نكروسيس نشوف أكو يعني ماكو تشيو ماكو بنكرياتيك تشيو هنا كلها عبارة عن ديت بنكرياتيك تشيو هنا ديت بنكرياتيك تشيو فبالضبط اللي نشوفه بالصورة هنا فات نكروسيس هنا البنكرياتيك تشيو وهنا البنكرياتيك تشيو اللي هو انفليمت بنكرياتيك تشيو نشوف والفلكرياتيك دكت اللي هي دامج بعضها يعني تكون سمول سايز أتروفايت فلكرياتيك دكت شونا نعرف على الفلكرياتيك دكت نشوف اللومن اللي هو الأبيض هل سنشوفوا هذا اللومن فلكرياتيك دكت فنشوفوها بسبب الدامج قسم من أدهات غيرة قسم من أدهات شبيرة شوية الصورة لو يعني لو مقرب أكثر نشوف هذا الموضوع بوضوع إذن هذي بكتور أو الكرياتيك دكت فهذا الفيلد نشوف 3 things الأول واحد نشوف فاتريكروسس هنا نشوف الكرياتيكروسس وهي المنطقة نشوف انفلميشن نشوف الكرياتيك دكت اللي هي بعضها دامج بعضها اتروفايت وبعضها نورمال with infiltration by inflammatory cells هنا بكتور واحدة من الكوميكيشن أو الكرياتيك دكت ويصير بكرياتيك بسيو دوسست هذا البكرياتيك بسيو دوسست الالدفائن سيست هذا الالدفائن سيست وذ نكروتك brownish wall الول مالتا نكروتك الكلر مال الول تقريبا هو Brown انفلار هذا الول هذا مفتوح السيست والي دا نشوفه الول الداخلي مالتا هو الالدفائن سيست موجودة داخل البكرياتيك تشيو أمشي على البوردر مالتا ما السيست هذا أنا دا أمشي هسا على البوردر وهذا مفتوح السيست بحث أنا لأشوفه هنا هسا هو الول أوف دا سيست اللي أشوفه هنا الول أوف دا سيست اللي هو يكون يعني brownish and necrotic wall إذا ننزل علي مايكروسكوبكلي ش راح نشوفه نشوفه إحنا سميناها سيدوسست ليش سميناها سيدوسست لأنه ماكو لينيك إبيتليوم وإنما لينيك إبارة عن fibrinous material هاي الhomogeneous eosinophilic material fibrillary eosinophilic material اللي نشوفه الbackground هو نسميها fibrin واللي فالول هو عبارة عن fibrinous material and degradation tissue degradation tissue شو نعرفه هو عبارة عن inflammatory cells new vascularization هاي البلد بيصل اللي دا نشوفها هي عبارة عن new blood vessel formation with fibrin with inflammatory cells فهذا كله هو granulation tissue فهذا السميناها سيدوسست لأنه ماكو لينيك إبيتليوم وهذا بالدليل قطع أنه ماكو لينيك إبيتليوم أنه ماكو لينيك إبيتليوم وإنما لسيته عبارة عن wall of the cyst هو عبارة عن granulation tissue هنا نشوف هنا نشوف chronic pancreatitis نشوف هنا island of langerhans موجودة طبيعية ما بيها شيء وهنا pancreatic duct pancreatic duct صار بيها جزء منعتها damaged وجزء منعتها small and etrophied وقسم منعتها normal size surrounded by inflammatory cells هذه النقاط هذه النقاط هو عبارة عن inflammatory cell and fibrosis bands of collagen هذا كل collagen collagen infiltrating the trauma of the pancreatitis فإذا نشوف هذه feature of chronic pancreatitis نشوف fibrosis نشوف damage of the pancreatic ducts حيث منشوفها بالحجم الطبيعي اللي احنا متعودين عليه نشوفها variable size قسم منعتها small and etrophoid وقسم منعتها large وحتى تقريبا cystically dilated لبعض منعتها والbackground هو عبارة عن fibrosis هذا كل fibrosis background of the slide مالتنا with inflammatory cell infiltration هاي واحدة نازلين على واحدة من ducts of the pancreatic duct cystic duct نشوفها dilated and full with احنا قلنا يصير laminated concretion هاي laminated concretion اللي هي عبارة عن protein and calcium carbonate calcium carbonate deposited in lamily فسوي stone أو laminated concretion اللي هي يكون eosinophilic infillar eosinophilic عبارة عن precipitation of protein and calcium carbonate laminated pattern على شكل طبقات يعني هذه dilated ducts طبعا the about surrounding is surrounding fibrosis and inflammatory cell infiltration النقاط اللي شوفوها هاي النقاط blue هي عبارة عن lymphocytes النقاط اللي بلوها هي عبارة عن lymphocytes فهي صورة مكبرة ل and low power بحيث نشوف انه variable size ducts قسم منعتها small very small قسم منعتها normal size وقسم منعتها dilated ducts هنا picture of adenocarcinoma of the pancreas adenocarcinoma of the pancreas نشوف هاي الغلانس الملكلانس هاي الملكلانس هاي الملكلانس هاي واحدة هاي اثنين هاي ثلاثة هاي أربعة هاي خمسة ستة الغلانس طبعا هاي اللي بتيدي يمالتهم هما pleomorphic cells atypical cells are pleomorphic increase and oversee ratio عدنا abundant cytoplasm prominent nucleoli mitosis بهذا الفيلد ما واضح ممكن نلقى mitosis فهذه هاي إذن هي emergent cells هنا cichlorotic cichlorotic densely cichlorotic أو نسميها dysmoplastic citroma fibrosis يعني صار dysmoplastic citroma هنا dysmoblasia evident fibrosis in the background of the this picture اللي هو adenocarcinoma of the adenocarcinoma the varices general varices still in the sub mucosal area هذي isophagus وهذه هنا upper stomach common set of varices هو in the isophagus and upper stomach الصورة الوحيدة اللي ما عليها description هي هاي الصورة بس هي كل شو أبحث تقدرون تاخذوها من text في المحاضرة المحاضرة الvarices dilated veins in the area of the sub mucosa وعندنا احنا risk of rupture in the future والrupture يسوي hematomesis ممكن يكون فاتل هنا reflux asophagitis وكل asophagitis تبين من هالشكل هذا ابثيليم وهنا eosinophils present in the ابثيليم الملية تطينا hint for the diagnosis of the esophagitis المميزة للأسophagitis or presence of eosinophils in the lining epithelium eosinophils or neutrophils present in the lining epithelium هاي الهيال of the barric esophagus عنا 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 pale pink in color وهنا تكون brownish in color this stomach lining of the stomach micosa of the stomach وابحة وحد الفاصل بيناتهم واضح قاطع حد فاصل بين esophagus هنا يصير البرد esophagus يكون على شكل velvety appearance salmon color velvety مخملي يعني زغبي نوعا ما ويكون salmon color المالة أحمر بلون سمتي salmon ويكون present in the zone between the esophagus up and stomach down هذا اللي نشوفه كله عبارة عن بارة esophagus شوية باقي بقايا normal esophagus شوية هذا اللون pale هو normal esophagus وإلا الباقي هذا كله عبارة عن بارة esophagus ميكوزة ميكوزة vulvety in appearance متحول للاينك ابتليم ما ال esophagus نور esophagus متحول كله على شكل بارة esophagus ما عدا هاي هاي بقايا normal lining of the esophagus وهنا طبعا الستومك الرقي of the stomach هاي موجودة وهذا بارة esophagus ميكروسكوبكلي نشوف هاي الجلانس اللي هي عبارة عن columnar epithelium with goblet cells goblet cells ما نشوفها موجودة بال lower esophagus بال upper stomach هذا الشي غريب المفروض احنا ما نشوف goblet cell goblet cell موجودة فقط بالانتستر هذا ينطينا هنت أو يطينا دليل واضح على diagnosis of the barric esophagus طبعا نشوف few inflammatory cells هنا موجودة موجودة هذا sequemus epithelium بقائل esophagus وهنا المتابلاستيك epithelium اللي هو columnar epithelium with goblet cells فكلش واضح اذا اشوف يعني sequemus epithelium بصفها مباشرة columnar epithelium with goblet cells فهذا كلش واضح انه بارة esophagus ما ممكن اقول هذا لانيك epithelium on the stomach لانه لانيك epithelium on the stomach المفروض ما موجود به goblet cells هنا cancer of the esophagus هذا عدي الadenocarcinoma وحنا قلنا الadenocarcinoma يصر in the lower esophagus ويكون على شكل fungating mass irregular mass large irregular border gray to whiteish and filler حتى موجود the necrotic areas in the mass موجودة بين esophagus هذا منا إلى الفوق هذا esophagus وهنا هذا stomach وهي الروجيس of the stomach هنا المس اللي هو squamous carcinoma of the esophagus usually in the middle esophagus وهنا موجودة المس in the middle esophagus موجودة موجودة protruding mass موجودة protruding mass موجودة to the lumen اللي هي أيضا grayish to whiteish and filler بس موجودة stenosis of the esophagus هنا الشران تبين الadenocarcinoma adenocarcinoma على شكل glans هاي واحدة هاي اثنين هاي ثلاثة هاي اربعة خمسة ستة ما بيهم لومن هاي واحد وهاي اثنين هاي لومن مو كلش واضح نسميهم back to back glans وحدة بظهر وحدة يعني كلش من التطقات glans هاي back to back هي feature مهمة of adenocarcinoma ليه back to back glans طبعا mucine production هذا mucine والخلايا طبعا هي pleiomorphic hiperchromatic increase in overseas هاي feature موجودة بشكل طبيعي هنا السكويمس cell carcinoma اللي تبطيني مسوية stratified تشبه السكويمس ابثيليم نوعا ما يشبه السكويمس ابثيليم بس من أباوع اشوف شوف هاي كلش شبيرة الخلية جاينت شوفوا هاي الخلية شوف هاي شقية شبيرة يعني هاي اثيومورفزم كلش واضح واضح و هيبركروماتيك سيل increase in overseas راشيو مسوية انفلتريشن يعني هاي داخلة جوا طبعا جوا الابثيليم جوا هنا موجودة هنا بيكنوسيس يعني صار ديت سيل هاي ديت سيل نوتك سيل وهكذا نحن يقلنا انشاء نعرف سكويمس ابثيليم نعرفه انه يسوي كيراتين الخلايا تنطي كيراتين والكيراتين ممكن يكون اكتراسليلار وممكن يكون انتراسليلار هنا الكيراتين هو انتراسليلار كيراتين الخلايا نتميه كيراتين وتسوي الكيراتين داخل الخلايا وما موجودة الكيراتين بيرلز او الكيراتين اللي موجودة بسكويمسار كارتينوما اللي هو يساعدنا بتشخيص هنا ما كلش ما موجودة تماما يعني الكيراتين بيرلز ما موجودة الفيتشرة الثانية تحتاج لفلتص عالي حتى نشوف برجز او الشعيرات اللي موجودة بين الكيراتين وسائتي يعني هنا بين الخلايا اذا واحد قد ماكروسكوب زين ومسوي فوكس زين نشوفه برجز موجودة بين الخلايا هاي تساعدنا على تشخيص سكويمسار كارتينوما هاي هذا السلايد اللي هو اتش بايلوري كرونيك غاتريتس هذا السبيشل ستين اللي هو سيلفر ستين يصبغلنا الاتش بايلوري والاتش بايلوري نشوفها هنا على شكل سبايرل باسلاي هاي الباسلاي سبايرل واحنا قلناك موجودة على ميكوس متيریل ما تسوي انفاجين للميكوزة ما تسوي انفاجين ما تدخل بنصف الميكوزة بس موجودة بالميكوس متيریل بس موجودة بالميكوس ماتيريل ما تسوي انفاجين ابدا هنا البكتر الثانية نشوف شون الموجودة موجودة in the epithelial area موجودة in the lining epithelium وموجودة in the sub-epithelial area هاي главное هذه المحاصيل الـ المحاصيل المحاصيل الموجودة لسهوية من نوتروفيل عرفني نوتروفيل نشوفها هاي اللوبوليتد سيل هاي هنومي نحط عليها في صفحة الـ تكون لوبوليتد نيكليال نيكليال تكون لوبوليتد نفصصها لنيوتروفيل والسايتاب لازم تكون نوتروفلت وهذا سايتاب لازم ساعد إلى الابثيليوم وإحنا قلنا إذا يدخل النيتروفيل إذا تدخل بالكريبت حتى لو هو واحدة هسا تقريباً هاي نيتروفيل وهذه واحدة ثانية إذا موجودة بالكريبت نسمي كريبت أبسس إذا موجود النيتروفيل داخل الكريبت نسمي كريبت أبسس فقط النيتروفيل إذا كان بداخل الكريبت لمسايت ما نسمي كريبت أبسس Only presence of neutrophiles inside the crypt نسميها كريبت أبسسس اللي هي feature of H. pylori chronic arthritis ما موجودة بالأوتواميون كرونيك غاتريتس هنا نشوف شون أنه الإنفليميشن موجود بالميكوزة وموجود بالسبميكوزة موجود الإنفليميشن الإنفليميشن طبعا ميكس نيوتوفير ماكروفيجز بلازما سيلز كل الخلايا احنا ممكن نشوفها هنا الفيشرة الرئيسية اللي أشوفها هي هو لينفويت أغرقيت وذ جرميل سنتر هاي اللون الفاتح الموجود نوصل لينفويت تيشيو نسمي جرميل سنتر فهنا اللينفويت أغرقيتشن والجرميل سنتر هي واحدة من الفيتشرة اللي نشوفها بالكرونيك غاتريتس أو في أتش بايلوري كوز هنا الأوتواميون غاتريتس حتى ما يلسع عن الأتش بايلوري غاتريتس الإنفليميشن هنا يكون ديب ما نشوفها بالسرفيس إبيتيليام مو قريب على الإبيتيليام وعلى الميكوزة يكون طبقة السب ميكوزة عن ديبر هنا الإنفليميشن يكون ديب ومنشوف الكريب أبساسس ما موجود هنا الإنفليميشن هل الإنفليميشن موجودة مكروفاجيس لينفوسيط ويشوفها الليمفويت تيشو أيضا أشوفها هذا اليمفويت تيشو موجود هنا الإنفليميشن موجودة ما تكون عادة ديبر موجودة هل الإنتفليميشن المتابلوجي موجود بالـ H. pylori chronic gastritis أيضاً ينصير ويعتبر risk factor for the development of the adenocarcinoma of the stomach. هذا الـ peptic ulcer هو perforated peptic ulcer وهنا شاني بين ميكروسكوبكلي يصير طبعاً موجود داخل الـ ulceration. الـ ulceration هو discontinuation of the mucosa. هاي ميكوزة وهي ميكوزة وهنا صير discontinuation يعني هنا ulcer. وهنا layers of peptic ulcer. الأول طبقة اللي هي necrotic area, fibrinoid necrosis. والطبقة الثانية اللي هي inflammatory zone. هذا الـ inflammatory zone اللي هو عادة acute inflammatory cells and filtration اللي يكون predominantly neutrophil in addition to other inflammatory cells. لونه شوية هذا الزون يكون لونه على أكثر بالكيش. لونه أكثر من الزون الأعلى. الزون necrotic material. وهذا inflammatory zone. layers كلهن شوفها بصورة اللي هذه اللي هو medium power. الـ peptic ulcer. الأول طبقة هي area of the necrosis. The area of the necrosis. Fibrinoid necrosis. ونشوف the necrotic debris موجودة بهاية area. necrosis. بعدين تيجي inflammatory zone اللي نشوف acute inflammatory cell infiltration with new vascularization. طبعا احنا ما نشوفها لأنها صورة كلش يعني مو شبيرة. بس هذا الزون اللي هو شوية أطوخ من الزون الفوقها. هذا الزون هو inflammatory zone. وبعدين هنا area هي granulation tissue formation. هنا واضح الـ granulation بسبب وجود هاي الشقوق. هاي الشقوق هي new blood vessel formation. واحنا يكيلنا الـ granulation tissue هي عبارة عن inflammation with the new vascularization in addition to the deposition of the collagen and fibroblast. فهذا is granulation tissue. والزون الأخير هو السكر. هنا mature collagen صار. Fibrous tissue. mature collagen نشوف in this zone اللي هو oldest zone. كل ما نزل الجوه هو هذا الـ most old zone. هنا الـ area of hyperplastic polyp. gastric hyperplastic polyp. نشوف fobular epithelium. hyperplastic fobular epithelium. epithelium هنا اللي هو hyperplastic elongated glands branching and elongated and hyperplastic glands of the fobular اللي هي hyperplastic polyp. وهذا نوع من أنواع non-neuoplastic polyp. ماكو dysplasia هنا in the lining epithelium. طبعا يحتاج له higher core حتى نعرف انه dysplasia موجود لو لا. gastric adenoma هذي هي عبارة عن نشوفها هنا هو polyp. والpolyp هو animas اللي هي protruded from the surrounding micoza. animas protruded from the surrounding micoza. نسميها polyp. والpolyp ممكن يكون or malignant lesion. وممكن يكون many features. يحتاج histopathological examination حتى نحدد which type of polyp. هنا هذي gastric adenoma. طبعا حتى أقول gastric adenoma ما ممكن أتعرف عليه بالغروس. المفروض أسوي له histopathological examination حتى أتأكد 100% أنه هذا gastric adenoma. لكنه ونقدر نسمي هذا gastric polyp فقط. gastric polyp on that set. لكنه يجي إلى benign polyp أكثر من magnet polyp. لأنه regular, round, small. فإذن هو benign أكثر مما هو magnet polyp. هنا picture of cancer of the stomach. adenocarcinoma of the stomach. احنا قلنا الadenocarcinoma of the stomach of two types. اللي هو intestinal type. هذا النوع الأول. والنوع الثاني هو infiltrative type. هزي أحتي لكم على كل واحد. الانتستانل type شون الميزة أنه يكون على شكل protruded mass. protruded fungating mass. اللي هو border ما لاتكها irregular border. زين هنا necrosis صار بالماس هذه لأنها شبيرة يصر بها necrosis. وتختلف عن البنان ألصر. البنان ألصر التشيو ما يكون protruded تشيو يكون at the same level of the surrounding mucosa. اللي هي الميكوزة اللي هي الميكوزة نورمال ميكوزة اللي هي the thickening of the wall of the stomach. ليش يصر thickening لأنه أدي inflamed لعفو لأنه أدي malignant tissue malignant cells infiltration لأنه يصر seclerosis fibrosis in the wall. يعني in addition to the super-added inflammation اللي يصر ويها الميكوزة فكل هاي الأشياء تأدي the thickening of the wall. وهنا شوفوا المكان اللي بيه malignant cells rougies ما موجودة أو partially present. شوفوا هاي الروجيس هنا partially present. النورمال روجي هي هاي الأرية لكن هاي المكان اللي بيه malignant cells تختفي دس أبير صرص موذ ميكوزة smooth ميكوزة اللي حل سمينا على linitis بلاستيكة الفيتر اللي سمينا على linitis بلاستيكة السر ميكوزة smooth تختفي الروجي أو إذا موجودة فها partially present with thickening of the wall هاي feature of infiltrative type of gastric carcinoma هناش نشوف بالسليت بالنسبة لل intestinal type gastric carcinoma وبالنسبة لل أفض أفض ميكوزة الميكوزة النقطة للزرقة السودة بنص الميكوزة تكون blue color مثل ما تعرفون والنقطة السودة اللي بنصها هو الميكوزة الميكوزة والسايتوب لازم يكون eosinophilic ما الميكوزة وبداخل الميكوزة ميكوزة مية بالمية هاي الميكوزة 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 ما ترك لا ترك أم أم الميكوزة الميكوزة وكثير 今天 الخلايا يكون وقلنا شنو سيجنترينك انو الميوسين يكون انترacytoplasmic يسوي extension of the cytoplasm pushing the nucleus to the periphery والنوكليوس يكون crescent in shape crescent shape nucleus النوكليوس تكون crescent shape عفوا بس أغير مؤشر شوية هذا يردي شوية أصغر شوفوا انو نوكليوس شوفوا هذي وهي نوكليوس الثانية شكلها هلالي وهذا كله سيتوب لازم وهذا كله سيتوب لازم وهذا كله سيتوب لازم اللي هو filled with mucine هذه هي feature of infiltrative type adenocarcinoma of the stomach الخلايا ما تسوي glans وانما تكون على شكل single cell infiltration او على شكل island of cells على شكل island or single cell infiltration هنالي الصورة اوضح لل cytoplasm هذا كله سيتوب لازم اللي هو ميوسين full cytoplasm وشوفوا هنا شون crescent shape nucleus شكلها علاني تضطي شكل المحبس تضطي شكل المحبس هذي هاي كلش اوضح بعض هاي crescent nuclei وهنا هاي كلها عبارة عن cygnatric cell موجودة جوا الميكوزة هاي الميكوزة اللاني وهي كلها in the mucosal area موجودة الميكوزة هنا الادينو كارسينوما اللي هو الانتستانيال تايب of adenocarcinoma formation of glans هاي glans واضحة هاي glans ثانية هاي glans ثالثة هاي glans رابعة هاي يعني هاي خامسة وهكذا formation of the glans طبعا هاي نازل للموسكولاريسي بروبرية هاي البندلس of muscle fiber فهذا الميكوزة نازل الى الموسكولاريسي بروبرية ودائما الوية الميكوزة يصير inflammatory cell infiltration اللي يشوفه النقاط هو inflammatory cell infiltration in addition to malignancy فهنا ادينو كارسينوما والدلل انه هي الادينو كارسينوما هو formation of glans النالموسين مو كلش واضح هاي الصورة of Crohn's disease نشوف الالسر هاد الالسر اللي هو يكون narrow based ulcer of fissure's tummy deep and narrow based ulcer نشوفه وهنا inflammation transmural inflammation lymphoid reaction كلش abundant lymphoid reaction وهنا الغرانيوما بس هي مو كلش واضحة السلايد ما علتنا السابق الغرانيوما اواضح احنا الصورة of ulcerative colitis نشوف الكريبت أبسس which is a feature of ulcerative colitis موجود احتمال بالcrown disease لكنه most common ulcerative colitis more than crown disease more than crown disease فهيا الكريبت أبسس شون اعرف الكريبت أبسس بداخل الكريبت موجود نيتروفيل فقط نيتروفيل اذا موجود الليمفوسايت ما اتبره كريبت أبسس لازم اشوف النيتروفيل حتى اسميه كريبت أبسس ممكن احسى ألقى هنا نيتروفيل in addition to lymphocytes وماكروفيج ممكن ألقى هنا بس النيتروفيل انا لأدور عليها حتى اسميه كريبت أبسس فأدور على النيتروفيل على ما تقول كريبت أبسس هنا صير متابليجية احنا نسميه pseudophylloric متابليجية ما مشكلاش انه نوع بس هذا نوع من النوع متابليجية وهذا نورمال كريبت وهاي الميتابلاستيك كريبت صير نوع من النوع متابليجية ممكن يش مهد من هاي الصورة لانه احنا ما حكشينا عن هذا الموضوع هنا الانفلميشن حتى نقارنها بـ Crohn disease يكون superficial inflammation involving only the mucosal area and sub mucosa هاي الميكوزة وهاي sub mucosa في الانفلميشن involving only mucosa and sub mucosa هاي النقاط الزرقة اللي اشوفها هي الانفلميشن اللي هي عبارة عن نيستروفيل ماكروفيجز بلاسما سيلز كل الانفلميشن موجودة بهاي المنطقة هاي الديفرتيكلا وهو عبارة عن الانفلميشن موجودة من النهاية هذا اللومنال سايد وهذا اللومنال سايد الانفلميشن من يكون هواية نسمي ديفرتيكلا وهذا شون يبين هو عبارة عن هرينيشن الانفلميشن from the wall هذا طبعا نقلنا الميكوزة اللومنال سايد هذا اللومنال سايد وهنا الوال فصير هرينيشن of the mucosa and sub mucosa through point of weakness اللي موجودة بالمسكولاريس برافورية صير هرينيشن ويطب داخل الوال هذا الديفرتيكلا وهذا اللومن of the diverticulum اللومن يكون in continuation with the lumen of the bowel هاي اللومن of the bowel وهذا in continuation with the lumen of the diverticulum احنا قلنا الاخوارد diverticulum حتى الميزة عن الكونجينتال diverticulum ما نشوف مسكولاريس برافورية in the wall الوال ما يحتوي على المسكولاريس برافورية فقط موجود الميكوزة and sub mucosa layer واذا موجود المسكولاريس برافورية فتكون attenuated and thin layer احنا البوليب in the large intestine احنا قلنا هذا البوليب اللي يحتوي على stalk سمي البوليب تكون الـ rounded edges ما متصل هنا هزا الـ edges ما متصل لأنه يعني ما متصل بالميكوزة of the colon لأنه متصل بس بالصرك اللي هو ما مبين بهاي الصورة خلف هذا الهيت هذا اللي موجود هو هيت بالخلف موجود stalk والاتصال بين الميكوزة هذي والبوليب عن طريق الـ stalk اللي هو ما مبين بهاي الصورة بينما هذا النوع من البوليب الآخر اللي هو السيساء القوليب شوفوا الاتصال ويهي الميكوزة بهاي نفسه ما عدي هيد وصال هو كله هيت يعني ما عدي هيد وصال فهذا السيساء القوليب السيساء القوليب عادة اذا كان البوليب لارج يكون سيساء في بعضا من الأحيان زين بينما التيوبلر ادينوما تكون عادة بينما الفلس ادينوما تكون عادة تيساءل عند تيساءل وتكون لارج انسايد التيوبلر ادينوما يكون سيساءل وقلنا احنا الريسك اف ديسيبلياجية يكون اكثر باللارج بوليب واللي الفوليب اللي هو سيساءل بوليب الحجمه كبير واللي هو في اكن الالتيجيب واللات يكون عالية والريسك اف كارسله ماي بنتيجه تكون عالية انا الشون المايكروستوبك لي شون يبين التيوبلر ادينوما هاده الصوت مالتها هذا الصوت مالتها اللي يكون اللالك ابيتيليم הכم السيتاء هو المرمال lying΄بثيليم يشبه الكولونك ابايتيليم النورمال ما بي شي بينما الديسبوليجية موجودة فقط ام ذا هيت فقط ان ذا هيت هدا الهيت الهيد هو عبارة عن and dysplastic epithelium with core. والسطولك أيضاً عبارة عن normal epithelium non dysplastic epithelium with core. هذا الكور مالتا. وقلنا هو السطولك يصير لأنه subtraction of the polyp. ينسحب. وبسبب هذا الانسحاب راح يصير عندنا formation of the neck or formation of the stalk. إحنا عندنا ميكروسكوب كليش تلون تبين tubular adenoma عبارة عن tubules. هيا glans or tubules. هيا الكريبت مال الكولون. هيا الكريبت اسمالتها. هنا شوفوا outline. outline مال البوليب. outline smooth outline. smooth outline. حتى أقارنا بصورة هسه اللي راح يشوفو بياها. دين في outline smooth outline. ما عدي فين girl-like projection. smooth outline. فإذن هذا tubular. بينما هنا أجي بالفلوس ادينوما. شوفوا الـ outline مالتها عبارة عن finger-like projection. اللي هي فيلوس projection اللي هي فيلوس ادينوما. فإشان أميز التوبular ادينوما عن بلوس ادينوما من الـ outline خارجية ما للأدينوما أو من البوليب. إذا كانت smooth إذن هي tubular. إذا كانت فيلوس projection. إذن هي فيلوس ادينوما أو finger-like projections. والتوبالو فيلوس in between. ثناتهم. أشوف smooth مكانات وأشوفها فيلوس مكانات أخرى. هنا طبعا إحنا بايدفنش المادام ادينوما. إذن لازم عدي ديسبلاجية. لازم عدي ديسبلاجية. وديسبلاجية سواء كان فيلوس ادينوما أو فيلوس ادينوما نفس الفيتر. شو نشوف ديسبلاجية؟ نشوف أشي elongation of the cells and elongation of the nuclei. نوكليا elongated. النوكليا يتكون هايبر كروماتيك. الكالر مالتها دارك كالر. دارك بلو كالر لأنه هي هايبر كروماتيك. شون يعني حتى ميزوها. عن النورمال؟ هذا النورمال. هذا النورمال. وهذا الابنورمال. دين اللي هي ديسبلاجيك. بثيليوم. يصير سيودو استراتيفكيشن. كأنما دا أشوف أكثر من طبقة وحدة. هو بالحقيقة طبقة واحدة. لكنه لأنه صارى crowding of the cells and crowding of the nuclei. يصير عدي سيودو استراتيفكيشن. فإذن طول كولومنر سيلز. وذ هايبر كروماتيك نوكليا سيودو استراتيفكيشن. هاي الفيتر. هاي البوليبوسيس كولي. البوليبوسيس كولي قلنا احنا يصير كربiting of the mucosa by this polyps اللي هي multiple hundreds of polyps. قلنا توصل الى حتى 2500 polyps موجودة بالميكوزة وفاريابل سايز. قسم نعتها small قسم نعتها large وحتى يصير بها matching of the polyps together. وتذكرون انه هي قلنا هي autosomal dominant condition. والريسك of malignancy مية بالمية يصير in the middle age. إلا الباشينت يساول بروفلاكتك كوليكتومي يلا من سرعتهم colonic carcinoma. وإلا مية بالمية 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 بالميدل ايج بالاربعينات يصير الباشينت عنده حتى بالثلاثينات يصير الباشينت عنده adenocarcinoma of the colon. هنا حتى تكون oriented هذا السيكم وهذا الابنديكس هذا الابنديكس وهذا السيكم وهذا كله large intestine with small colonic polyps اللي هي توصل احنا المنمال قلنا 100 وتوصل الى الكلو 500 polyps. هنا الfeature of adenocarcinoma of the colon. هنا well differentiated adenocarcinoma شوفون glans. نسميها back-to-back glans. حيث واحدة الصف الأخرى بدون sytrauma in between. والخلايا طبعا malignant cells. والfeature of malignancy كلها موجود. وهنا نشوف presence of the necrosis in the lumen of the glans. وهذا واحدة من feature of ساعدنا بالتشخيص. الadenocarcinoma of the colon أو أي card adenocarcinoma. هو presence of the necrosis inside the glans. ساعدنا بتشخيص of adenocarcinoma. هنا poorly differentiated to moderately differentiated الadenocarcinoma. تبدي يصير ال glans تختفي. في هاي المنطقة تبدي ال glans تختفي. وتسوي تقريبا sheet of cells. هنا glans تبدي تختفي وتسوي نست. infiltrating nest of tumor cells. هنا موجودة glans. هاي موجودة glans. لكن في هاي المنطقة ما موجودة glans. يعني تبدي تصير على شكل nest of cells. يعني تبدي تختفي معالة من glans. لذلك هي poorly differentiated to moderately differentiated. الadenocarcinoma of the colon. هنا نشوف الميوسينل type of adenocarcinoma. نشوف الميوسين إكتراسللرلي. والميوسين حتى نشوفه إنتراسللرلي. منطينا سيجنترينكسيل تشبه السيجنترينكسيل مالتومات. هاي feature of adenocarcinoma of the colon. هنا الدسبلاجية. هاي الصورة ما شايفيها احنا بالمحاضرات. عشان الفرق بين ال dysplastic epithelium. هذا dysplastic epithelium. عن normal epithelium of the colon. هي طبعا هنا هاي adenoma. adenomatous epithelium. هذا dysplastic epithelium. نشوف cells تكون hyperchromatic cell. قارنها بهذا. هذا normal وهذا abnormal. cells hyperchromatic cells. dark cells. hyperchromatic nuclei. long cells. يعني long columnar cells. وصير crowding of cells بحيث يطيني studio stratification. كلش واضح هنا studio stratification. كلش يعني تقدرون نتميزوا بسهولة عن normal epithelium. هذا normal epithelium. هستدعم شوية normal epithelium. وصل هنا. if needed esplastic epithelium. esplastic epithelium. hyperchromatic cell. tall columnar cells. pseudo stratification. ووضوح نشوف هذه هنا صورة ثانية للبارد إيسوفيغاس. هنا نشوف السيكوامس إبثيليم، هذا السيكوامس إبثيليم وهنا بدأ صار غلاندلر إبثيليم. غلاندلر إبثيليم، هاي صورة يعني انتستار الإبثيليم، هنا رباسمنت نشوف السيكوامس إبثيليم، هذا الإبثيليم بس صورة طوخ طائرة، هنا شوية إبثيليم يعني هذا الإبثيليم هنا يختلف عن هذا الفوكس طائرة إبثيليم، هذا الإبثيليم هنا هنا نورمال سيكوامس إبثيليم، هنا مو كلش يعني صورة واضحة مو كلش واضحة. هنا أيضا سكوامس إبثيليم أو في إيسوفيغاس، هذا السكوامس إبثيليم أو في إيسوفيغاس وهنا أكو أبنورمال سيكوامس مسوية ليه كليومورفيك سيل، مسوية غلاندس، والغلاندس أحيانا باك تو باك بعد إنه مقى تشو بيناتهم، أحده فصف الأخرى بدون تشو بيناتهم سميه من باك تو باك أبيران، سيلز بليو مورفيك آكراحي أكو أحيانا نيوترافيل عن نيكروتك دبريز حياني فهاي الtypical picture of adenocarcinoma of the lower esophagus. لماذا قلنا لور esophagus؟ لأن هذا lining epithelium of the esophagus اللي هو squamous epithelium. وفجأة رح يجي هذا المالignant tissue اللي هو forming the glands with the production of mucine. هذا mucine داخل الجلان. فهاي feature of adenocarcinoma of the esophagus. وهنا صورة ثانية البارد esophagus. شوفوا هذه esophagus. يكون ميكوزا مالتا تكون ميكوزا مالتا تكون مالتا. وهذه هنا البارد esophagus. التشو يكون غلبتي. يعني مخملي. والكلر مالتا هنا مبين brownish color. وماكو زون يعني محدد بين الاستومك والاستومك. داخل بنص يعني لور esophagus. طب بنص التشو. شوفوا هنا. يعني المفروض هذا الزون اللي يفصل بين الاستومك. وال esophagus. بس هاي هنا فوكس هذا. هو of barred esophagus. صعد او موجود باللور esophagus. هاي الفيتشور مالتا. هنا. سيكون مصد الكارcinoma صورة ثانية of esophagus. شوية اوضح من الصورة اللي شفناها. هنا الكيراتين فورميشن. هاي الكيراتين بيرلز موجودة. اللي كل شي ساعدنا بتشخيص. هاي الكيراتين موجودة. وهذه ايضا كيراتين بيرلز موجودة. موجودة. اللي هي. دائما عيدة. وهكذا. شنو ساعدنا هنا. الكيراتين. الكيراتين. نسوي كيراتين بيرلز. كل شي ساعدنا بتشخيص. طبعا هذا الأورجن هو esophagus. مازم نقدر نقول هذا esophagus. لازم اقبركم esophagus حتى تعرفون شنو الأورجن. بس السيكوونسل كارسينومة 100% ممكن شخصة. لأنه هي well differentiated. ليش اعتبرتها well differentiated؟ لأنه شفت الكيراتين بيرلز. هاي الكيراتين بيرلز إذا موجودة. اقول well differentiated. سيكوونسل كارسينومة. وما ممكن. نشتبه بها other type of carcinoma. 100% هاي السيكوونسل كارسينومة. و100% هي well differentiated. لأنه شوف الكيراتين بيرلز موجودة هنا. هاي الصورة الأخيرة. اللي هي وعدتكم أشوفكم إياها. اللي هو كارسينويت تيومور. كارسينويت تيومور. موجود most common site of carcinoid تيومور. احنا قلنا in the appendix. بس ممكن يكون at any site of the GIT. واخرض GIT أيضا يكون موجود. الشي المميز للكارسينويت تيومور. هو اللي تكون monotonous cells. monotonous cells. متشابهة تماما. يعني ستشوفوه شان حلوة الخلايا. مو هاي الأقلي cells. اللي احنا متعودين نشوفها بالماليقنة C. احنا قلنا. الكارسينويت تيومور هو low malignant potential. يعتمد على site والsize. والset of tumor. اذا كان بالانتستين او بالستومك او بالكولور. والsize وقلنا depth of invasion. ذلك 3 features اللي تعتمد. الaggressiveness تعتمد عليها. فهنا نشوف monotonous cells. similar cells. similar cells. monotonous. النيكلياس تكون. stippled nucleus. stippled with chromatin. والcytoplasm moderate amount cytoplasm. اللي هو granular cytoplasm. حبيبي. cytoplasm. granular. يوزي نطلك. cytoplasm. وصير على شكل nest. nest هاي ذا واحدة. هاي اثنين. هاي ثلاثة. أربعة. وهكذا. اللي احنا قلنا. of endocrine origin cells. of endocrine origin. وكارسينويت تيومور شوفو بهالشكل. في أي أورغن. في أي أورغن موجود به. مو شرط بالكولون. يعني إذا أشوف كارسينويت تيومور باللنك. أشوفها بنفس هاي الصورة. فهني أقدر. من أشوف هاي صورة. أقولها كارسينويت تيومور. بس وين موجودة. احنا ما نعرف هاي موجودة. لازم. الأورغن. إحنا نقول لكم بي. مثلا. أقول لكم هاي جي آي تي. أو هاي لانك. أو هاي كيدني. أو أي مكان. الصورة تطلع نفسها. هنا على شكل. موجودة. موجودة. قلنا منا نقدر نعرفه واش إنه. إلا نشوف. الهيستو باتولوجيكال. هاي صورة. أف. الألثرتف كولايتس. غروس. هنا طبعا هاذا السيكم. هاذا السيكم. لأن هاي الأبندكس. هاي الأبندكس. وهذا السيكم. هنا حتى نشوف. الفرق بين الكرونز والألثرتف كولايتس. فيما يتعلق بالسكيب بليجين. بالألثرتف كولايتس. الانفلميش يكون كونتنيواز. هنا بادي بالركتم. هنا ركتم. وايستينت بروكزمالي. يصعد بالسيكمويد كولون. ويصعد بشكل مستمر. متواصل. مو مثل الكرونز ديزيز. يكون على شكل كيب بليجين. هاذا هنه يكون كونتنيواز. انفولمين. ان. الألثرتف كولايتس. هاي الفليمت اريا. كونجستيد. الاصهي مخصيني. بالألثرتف كولايتس. ه موجود بالميكوزة والسبميكوزة. فشوفوا هذا الـ inflammatory infiltration and the mucosa كلها هيا Filled with inflammatory cells هاي النقاط اللي نشوفها كلها Inflammatory cells اللي هي عبارة عن mixture of lymphocytes, macrophages, plasma cells موجودة هنا هنا لاني بتيني مكونتني واسمع عندي ألصر هاي الفيكتر هو وضح للألصر تفسكولايتس هنا صورة of Crohn disease شوفنا شون يصير عندنا thickening and stiffness of the wall هاي فاتحين الـ wall طبعا هاي large intestine هاي large intestine وبصفها small intestine هاي small intestine ملتصقة بيها يعني هذا الـ ileum هذا الـ ileum وهنا بادي السيكا والسنديكولون فهذا الـ ileum فاتحيه وهذا الـ wall شوفوا شغل ثيكند الـ wall وحاطينا هاي العود يعني حتى يبقى مفتوح لأنه هو hard الـ wall hard يكون وينسد بسهولة فمخلينا هاي العود حتى يبقى مفتوح يصير thickening of the wall ليش يصير thickening of the wall يصير thickening of the wall لأنه عدي inflammation وإديمة يصير thickening of the wall لأنه يصير fibrosis bricronis disease ليس موجود في fibrosis ulcerative colitis وبعد يصير thickening of the wall يصير hyperpegia أقام مخليناً لذي لأنه يبقى مقبى مخليناة ويصير من مشكلرة والثيث الكثير منل حتى يصير خلال ويصير مثل المسكولاريس ميكوزا و المسكولاريس ميكوزا ثلاثة تم دولة يسألون تيكنيك في الوالة من المسكولاريس ميكوزا ولي هاي موجودة بس ما موجودة بالالسراتف كولايتس هاي نفس الصورة بس الصورة ما مضحفة عطيتكم إيها مرة ثانية أنا أشكركم وإذا واحد عدت سؤال يتأني أكو صور بالأخير مع الوصف اللي هي أخر ثلاثة أو أربعة صور ما أشرحكم إياها موجودة شرحها تماما بالمحاضرة الأخيرة اللي طيتكم إياها مع الوصف ما أعتقد نحتاج أن أعيد شرحها لأن شانت مع البرونكوجينيك كارسينوما وأنا شرح البرونكوجينيك كارسينوما بالمحاضرة النظرية الأخيرة وإذا تحبون أشرحكم إياها يعني أنا إذا أطلع من هذا الملف وأتخرع الملف الثاني يمكن يخلص وقتنا فإذا تحبون أشرحكم إياها بأي وقت إحنا نتصل سويا ونشرحها إن شاء الله دكتورة نعم تفضل دكتورة العفو ما تقدرين تقلل لي من السلايدات لأن إحنا ما وعدنا بس عصرية ولمادة كل شي هو أول شي السلايدات إحنا قلنا هيمو ديناميك محذوف تعرفون مو؟ ما داخل؟ نعم دكتورة وأنا نعرف يعني الكورس الأول محذوف بس هو الكورس الثاني كل شي هو يعني السيستيمات وكل موضوع به سلايدات يعني مثلا تحدثيها كم سلايد مهم أو مثلا العمل ما تدخل سلايدات لا صعب ما يصير ما دخل بالكورس الأول صعب بس شنو أسهلكم حتى السلايد اللي ما بي دي سكريبشن هاي من عدي ما أجيب لكم يا حتى ما تدخل به هزا هزا كل الجي اي تي كلها حطيت بي دي سكريبشن شوفوا هزا الجي اي تي مو شوفوا هواية أكو هواية سلايدات ترى مكررة مرتين يعني ما تدخل بالدسكريبشن بالنسبة للرسبيراتري أكون مجموعة من سلايدات يعني في الجائز عشرين بالمية ما عليها دي سكريبشن فحتى لسهولة حتى همين ما دوقكم وما تروحوا ندورون دي سكريبشن ما أجيب لكم منعتها هاي تخفيف اللي أقدر علي بس صعب وهزا همين من أسويكم سيلكشن هم يعني يراد بدسيشن سوية يعني مو؟ فهي سمبل هو الكتروني يعني هو ممكن امتحان او مو ممكن اكيد فما أعتقد يعني صعب يعني مثلا هزا على كل موضوع مثلا بدسلايد أو سلايدين سوي الملف لأن جزء احنا مثلا جزء ما يعرفون الإسلايدين ما بشرح أو مثلا نقرأ للشي المحدد لا لا انتوا هزا مو تدخلون على الإسلايدات بالرسبارتري تقرؤون إذا شوفوا الجوه ما تشرفوا حظوري مو الكتروني حظوري امتحانكم اين امتحان حظوري بل انا بابل ثومين بس بل اغنه وما عدنا تغيير صار بالموضوع ها أنا توقعت الكتروني الكترون ماكو بس عصرية يعني إذا نقرأ سيستم واحد زين إذا كيف أول مادك كله شو غير ما أعرف ما أعرف جائز انت شو كنت امتحانكم الأربعاء الأربعاء أحاول إذا قدرت أختصر من عندها أنا رح أجزي البلد المنتظر إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله ونلتقي على خير إن شاء الله